وبالختام عندي كلام دائماً كنت أقول يا أخوان التنافس السياسي والانشغال بالسياسة هذا الموضوع ينعكس سلبياً على الواقع بكل أشكاله بس مع الأسف ما كنا نلقي آذان صاغية يعني الانشغالات السياسية بخصوص زعامة مجلس النواب خلق عندنا أزمات أمنية وإذا نتابع الأحداث بالأيام الماضية نشوفوا الوضع بالمحافظات الغيبية مقلق وهذا نتج إلنا استشهاد ضابط بمنصب آمر فوج وأربعة من جنوده وإصابة ستة من القوات الأمنية وحملات الدواعش كانت موجودة بصلاح الدين وديالة والمناطق الحدودية مع بغداد وأكيد بجهود قواتنا الأمنية وأبطالنا نقضي عليها أتمنى ننتبه للأزمات وننتخب رئيس لمجلس النواب حتى بعدها نحل أزمة محافظة ديالة اللي ما تخبط تنحل تصبحون على وطن آمن في أمان الله